موسيقى أهلا بكل مشاهدينا وإنما تكونون وإنما تتابعونا بالتأكيد بلشنا إياكم رحلتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة على مدار ساعة كاملة من البث المباشر بالتأكيد طبعا مثل ما عودناكم دائما خلال هذه الساعة رح تكون معانا الكثير والعديد من الفقرات المتنوعة وإيضا المتعددة لكن كبداية أتمنى نهاية أسبوع جميلة على كل مشاهدينا وبنفس الوقت أتمنى أن يكون يومكم اليوم بالذات أن يكون هو يوم جميل أيضا مفعن بالحيوية دائما نهاية الأسبوع ممكن أن نستغلها بأنه تكون هناك جمعات عائلية أو حتى ممكن زيارة الأهل الأصدقاء وبنفس الوقت ممكن أن يكون هو وقت مناسب أيضا لقضاء بعض المشاوير خصوصا إذا كان بعض الأشخاص هم موظفين فبالتالي ما يكون لهم هذا الوقت الكافي لخروج مع العائلة وغيرها من هذه الأمور لأنه بالتالي اليوم ممكن كسر الروتين رح يأثر بشكل جدا جيد وإيجابي على نفسيتنا لأنه اليوم ممكن نحن لما نكون على الروتين واحد فبالتالي هذا الموضوع رح يخلق الملل والرتابة فإذا نحن نستغل دائما نهاية الأسبوع أو العطل اللي تكون بنهاية الأسبوع حتى بالتالي يكون كسر للروتين سواء لنفسنا أو حتى لعائلتنا أو للأشخاص المغيطين بنا كبداية أنا أذكر مرة ثانية أن تكون إن شاء الله يا ربي اليوم كل مشاهدينا بأحسن حال وأيضا أن الكل يكون متحل بالطاقة الإيجابية بداية المشاهدين أحبا خلينا ننتقل إلى فاصل ومن بعد أكيد مكملين رحلتنا لهذا اليوم طبعا بالتأكيد مشاهدين الأحباء متنصين وياكم من استراحة الظهيرة للبرنامج العائلي اللي بالتأكيد يجمع كل العائلة العراقية بكل أفرادها لأن اليوم من خلال برنامجنا بالتأكيد رح نتحدث ونتحاور بمواضيع متنوعة ومتعددة ممكن أن نتم وتخص كل أفراد الأسرة العراقية أنا ذكرت قبل الفاصل أن أهمية كسر الروتين اللي ممكن أنه يكون من ضمن الأسبوع لأنه بالتالي اليوم الترفيه عن أنفسنا يعتبر شيء جدا يصب بمصلحة الحالة النفسية وأيضا ممكن بالتعامل والتكيف أيضا مع الآخرين في كثير من الأحيان هناك عوائل بحكم عملها فيكونون أنه هما ما ينجمعون دائما بقعدة وحدة أو بمكان واحد فإذا نستغل هذه الفرص ممكن أنه اليوم الأماكن كثيرة ممكن أن تكون هي موجودة سواء كانت في بغداد أو بقى المحافظات وبعموم العراق من ضمن هذه المناطق اللي ممكن أنه إحنا نزورها هي المناطق الأثرية اللي تعتبر هي من المناطق السياحية المهمة للبلد لكن ممكن أنه من خلال هذه الزيارة أول شيء ممكن أنه إحنا راح نتعرف بشكل أكثر ومباشر على تاريخ هذه المناطق أيضا ممكن أنه الآباء والأجداد القدامة كيف ممكن أنهما عاشوا بهذه الحقبة الزمنية وكيف كان ممكن أنه عمران بهذه الحقبة الزمنية وإيضا ممكن أنه إحنا راح نشادل كثير من الأمور اللي راح نكون إحنا خصوصا الأطفال راح يستوعبوها أكثر من ما ممكن أنه يدرسوها بكتب التاريخ وغيرها من هذه الأمور فبالنهاية أنه اليوم الاهتمام بالمناطق الأثرية يعتبر مهم جدا لكن للأسف إحنا نشوف في بعض الأحيان هناك إهمال للمناطق أو المواقع الأثرية طبعا المناطق أو المواقع الأثرية هي من مقتصرة فقط على المناطق الحضارية اللي كانت موجودة وإنما أيضا على ممكن المناطق التي تعتبر كمكان مهم أو مصدر مهم للسياحة سواء كانت من المناطق الدينية أو ممكن للحضارية الأثرية وغيرها من هذه الأمور فبالتالي اليوم ممكن حتى لو كان منزل لشخص كان من المثقفين في السنين السابقة وكثير أيضا يعني من هذه المنازل إحنا نشوف مثلا على سبيل المثال أم كلثوم أيضا أو عبد الحليم حافظ في مصر أصبحت الشقة ماتة أو السكن مالتا كمتحف فبالتالي الناس أيضا يعتبر هذا أيضا ممكن نوعا من أنواع المصادر المهمة للسياحة يعني اليوم مثلا إذا كان شخص ببلد آخر ويذهب إلى مصر ممكن أنه بعد ما يزور الأهرام وغيرها فبالتالي بالتأكيد راح ممكن أنه إذا كان من محبين عبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها راح يزور هذا المكان فبالتالي اليوم الاهتمام بالمناطق التي هي ممكن أن تثير اهتمام الأشخاص سواء كانوا بداخل البلد أو خارجة لابد من الاهتمام إحنا بالعراق عدنا الكثير من المناطق اللي لابد الاهتمام بيها وإن كان الاهتمام بيها بسيط لكن ممكن أنه إحنا أن نكثف الاهتمام بيها لأنه السياحة من المصادر المهمة ومن الثروات المهمة للبلد على سبيل المثال إحنا تحدثنا باستحلقات السابقة عن الاهتمام بالشناشيل اللي هي تعتبر جزء مهم من التراث العراقي وإحنا نشوف بالآونة الأخيرة صار هناك أيضا استحضار للشناشيل مرة أخرى سواء كان من خلال اللوحات اللي أصبح بعض الفنانين يستخدمون بها الألوان الخاصة بالشناشيل أو حتى ممكن أصبح هناك كورنر معين ببعض المناطق أو بعض البيوت أو بعض المطاعم يكون هو يستخدمون بشناشيل أو ممكن النوافذ وغيرها من هذه الأمور البغدادية القديمة طبعا هذه من الأشياء المهمة اللي إحنا لابد أنه نهتم بيها وإيضا نركز على أنه دائما تكون بحالة من الأمران المستمر والإدامة لكن من دون منغير من شكلها أو مظهرها إحنا نشوف ببعض الدول الأوروبية هناك مناطق ممكن يكون حي كامل هو ما زال على البناء القديم أيضا ممكن شكل المنازل القديم حتى ألوانه لكن نشوف أنه هو دائما بحالة من الإدامة لأنه هذا يعتبر من الإرث وإيضا بنفس الوقت ممكن أنه الأشخاص من يكونون متواجدين به رح نرجعهم بحقبة زمنية مؤينة إحنا اليوم قلت في بغداد عندنا والعراق الكثير من المناطق السياحية اللي لابد من الاهتمام بها لكن أكو نقطة جدا مهمة بالتأكيد اليوم الاهتمام بهذه المناطق سواء كانت من جهات مختصة أو من أفراد تأكس ثقافة الشخص فاليوم أنا مثلا لما أزور منطقة معينة أو مثلا رمز معين لابد أنه أنا أحاول قدر المستطاع أنه ما أقوم بتخريب هذه الأمور أو بتخريب هذه الأماكن حصلت ظاهرة أنه بعض مثلا من الشباب أو المراهقين بالتالي أنه يقومون بالكتابة على هذه الرموز أو ممكن تخريبها أو عمل بعض الأمور اللي هي ما لا داعي أنه تكون هي موجودة لأنه بالتالي هذه المناطق الأثرية أو الرموز أو المناطق السياحية هي تعتبر ملك للجميع وبالتالي لابد من المحافظ عليها إذا ما كانت الجهات المختصة فلابد أن يكون هذا دورنا كمواطنين أن نحافظ على هذه المناطق طبعا بتأكيد يعني كادر استراحة ظاهرة عمل لنا تقرير حول الاهتمام بالمناطق الأثرية فإذا زميل مصطفى القزاز قام بجولة في دير الراهبات في تكريت تحديدا خلنشاهد هذه الجولة ومن بعدها أكيد لنعود مشاهدين الكرام وحيكم تحية طيبة ونحن نلتق بكم في هذه الجولة الميدانية ضمن الجولات التي تجريها أسرة برنامج استراحة الظاهرة الذي يطل عليكم من خلال قناة سامراء الفضائية اليوم جولتنا في إحدى المواقع الأثرية في مدينة تكريت وهي دير الراهبات التي يقع إلى جانب نهر دجلة لنتعرف أكثر على هذا المعلم التاريخي في مدينة تكريت خليكم ويانا هذا المكان هو ملحق بالكنيسة الخضراء يعود للفترة التي سبقت عهد الإسلام وهو في هيئته أو مخططه دير كنسي تابع للكنيسة الخضراء يتعبدون به الراهبات والرهبان سابقا طبعا هذا المكان جدا أثري ومهم ومن الضروري أن نهتم بهكذا أماكن أثرية مهمة في مدينة تكريت تظهر كواجهة حضارية للمدينة طبعا هذا المكان هو تعرض لكثير من الانتهاكات خصوصا العوامل الطبيعية والظروف التي طالت هذا المكان التي خلتها يظهر بصورة سلبية لكن اليوم نحن كناشطين دورنا أن نتابع هكذا قضايا مهمة بالمجتمع نسلط الضوء عليها وهذا الذي دفعني أنا شخصيا أن أبادر وأشكل فريق مختص بالآثار أشتغل على قضايا تعنا بالآثار والتراث في محافظة صلاح الدين طبعا أعدنا تأهيل هذا المكان ومكان آخر أثري وإن شاء الله مستمرين بحملاتنا لنغطي كل الأقضية بمحافظة صلاح الدين وكل المواقع الآثرية هذا المكان مهمل بشكل كامل ما عدا أنه فريق أحد الفرقة التطوعية اللي هو فريق صلاح الدين حضارة وتراث بالتعاون مع الجهات الحكومية عمل على تهيئة هذا المكان وتنظيفه لكن بالتأكيد هو يحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل أكبر على اعتبار أنه هذا أحد أهم الأماكن التاريخية بمحافظة صلاح الدين هو له إطلالة مباشرة على نهار دجلة هذه الأماكن عادة كانت تستخدمها الراهبات للكدار للعبادة إضافة إلى أن وجود هذا المكان بالقرب من نهار دجلة يساعد على الرصد لأي هجمات مباغتة من أي جهة خارجية باتجاه مدينة تيكريت للأسف نشوف اليوم بمدينة تيكريت خاصة وعامة بمحافظة صلاح الدين وكذلك بالعراق اهتمام جدا قليل بالأماكن التاريخية والتراثية لكن بالحقيقة لو نجي نوجه الأنظار عليها ونستخدمها كمورد اقتصادي راح نشوف أنه العراق يكون من أولى الدول بالعالم اللي عندها هذه الجوهر الثمينة للأسف الحكومة المحلية وكذلك الحكومة المركزية لم تولي الاهتمام اللي تستحق هذه الأماكن إذن وصلنا إياكم أحبة المشاهدين في ختام هذه الجولة الميدانية لبرنامج استراحة الظهيرة من موقع أثاري مهم في مدينة تيكريت وهي دير الراهبات نلتقيكم في جولات أخرى تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل شكرا لزميل مصطفى القزاز على هذه الجولة الجميلة وطبعا بتأكيد اليوم ممكن الاهتمام بالمناطق الأثرية أو ممكن السياحية أيضا ممكن تلعب دور جدا كبير بالترويج عنها أو ممكن حتى في بعض الأحيان صورة معينة ممكن أنه راح تثير رغبة الأشخاص اللي يشاهدوها حتى بالتالي ممكن أنه هما يقومون بزيارة هذا المكان لأنه بالتأكيد اليوم الألوان وممكن أيضا الصور تلعب دور جدا كبير بالترويج عن مكان معين أو ممكن لأبراز جمالية هذا المكان سواء كان مناطق أثرية ممكن منظر معين أيضا في بعض الأحيان ممكن أنه مكان أو لقطة جدا تكون هي بأرض الواقع جدا عادية لكن بالتأكيد بحكم عين المصور أو اللقطة الاحترافية راح تظهر بشكل جدا مميز وجميل والدليل على هذا أنه الكثير من الصور اللي اخذت ممكن جوائز هي كانت لقطات عفوية لكن المصور عرف كيف ممكن أنه يقتنص هذه اللقطة طبعا إحنا ما زلنا بعالم الممكن توثيق اللحظات أو ممكن اقتناص اللقطات المميزة بشكل احترافي ولهذا نورنا داخل الاستوديو المصور الفوتوغرافي المحترف يهاب أحمد كل الهلا بيك ونورتنا أهلا وسهلا بيك ستعبير على راسي يا أهلا وسهلا بيك بداية اليوم بالتأكيد المصور هو راح يكون إنسان مختلف عن الآخرين بعينه لأنه يشوف الأشياء دائما بجانب مختلف أو بزوايا مختلفة أنا قبل ما نبلش بأسئلتنا أنا أريد أسألك اليوم ممكن الأمور أنت كيف ممكن أنه تشاهدها ممكن بمكان تدخلها معين ممكن بالشارع أكو أشياء معينة تجذبك أكثر من الشخص العادي ولا الأمور طبيعية بالبداية أهلا وسهلا بيك وكل المتابعين الكرام وشكرا على هذه الاستضافة من قناتكم نواردنا من ناحية فنية أنت من تكون شخص فني من داخل بأي مجال إبداعي أو شيء فأنت مية بالمية نظرتك تكون مختلفة عن أي شخص عادي ثاني لأن عقلك الباطل راح يبقى متعشق بموضوع أنه أنت شنو اللقطة اللي أنت تشوفها شنو الزاوية اللي أنت تشوفها وبالإضافة لهذا موضوع الإضاءة شقد ما كانت زوايا الإضاءة مختلفة أو مصادر الإضاءة مختلفة راح تتكون عندك صورة أو تكوين أي شيء ممكن أنت تشوفها قبلك ممكن يخلق لك لقطة أو ممكن يخلق لك صورة أو ممكن يخلق لك أي شيء فبغتصر الإجابة عن سؤالك هذا إنه الجو إذا أنت جنت مصورة أو جنت بأي اختصاص فني إلى دخل بصورة فرح يكون عندك هذا المام دائما أنه أنت تريد شوف أي شيء هو تكوين أو أي شغلة ممكن أنت بيدك كاميرا أو بيدك ورقة ترسم عليها أو شيء المهم أنت تريد توثقها أو تريد شوفها فعلا بما أنه حضرتك اختصاص تصوير البيوتي فبالتالي اليوم المنافسة تعتبر قوية نحن نشوف بالأون الأخيرة صار كثير من الأشخاص أنه هم مثلا أو حسابات على الأنستجرام المصور الفلاني لحجزة جلسات وغيرها من هذه الأمور لكن بمجرد أنه نفوت ممكن أن نشوف الصور يأما تكون هي عبارة عن فوتوشوب أكثر من اللازم أو ممكن أن تكون هي لقطات جدا عادية لكن أنه نسوي ترويجي نفسه أكثر من غيره عن تجربة شخصية أشوف دائما صورك هي قريبة إلى الواقع أكثر من غيرها فاليوم شلو اللي يخليك يعني أنه أنت تكون الصور هذه قريبة إلى الواقع حتى من ناحية أنه البشرة المكياج وغيرها في وقت أنه إحنا صارنا الأغلبية على يعني أقولها الأغلبية مجمنين على الفلاتر ما يتقبلون نوعا ما شكل مسامات البشرة أو ممكن أنه أظهور بدون يعني ترتيبات أكثر من اللازم أوكي هو بالبداية موضوع تصوير تصوير البيوتي أو تصوير البورتريت أو تصوير الميكوب بالدرجة العالمة اللي تعرف عليه هي ثقافة مستحدة تصارت عندنا يعني إحنا هذا الجو بدأ يدخل عندنا تقريبا من خمس سنين وبدأ يتطورها بشكل كل شيء بصورة عامة أي صورة أنت ممكن تأخذها هي قابلة للمعالجة والمعالجة هي آلية تدمير للصورة بس أنت بإيدك ممكن تدمر الصورة بطريقة أنه أنت متبين أكو أشياء ضايع عملتها وتفاصيل وبإيدك تقدر تدمرها تماما فالصعوبة بهذا النوع من التصوير هو أنه أنت شون تحافظ على ملامح الوجه الطبيعية كامل تفاصيلها حتى ما تبين أنه أنت مستخدم بها فلاتر وهي بالصيغة الأوضح أنت مستخدم فلاتر أو مطببها على أي نوع عدد أو على أي سوفتور أنت متعامل بي بس أنه أنت شون تحافظ على ملامح الصورة طبيعية 100% بنفس الوقت ما تبين أنه أنت مستخدم فلاتر بس أنت مستخدم بشيء بسيط كلي فهي هنا الصعوبة يعني تصويره لبيوتي هو يعتبر حاليا تقريبا من أصعب أنواع التصوير اللي ممكن تتعامل بها أنت كفوتوغراف لأن تعتمد بنسبة كل الشبيرة كل الشبيرة على أنه أنت تعالج البشرة أو تعالج الصور أو تعالج الشخص اللي أنت مصوره بس بنفس الوقت لازم ما تبين تماما أنه هو معالج فهذا موضوع كلش صعب يحتاج لخبرة كل الشبيرة يحتاج أنه أنت تشتغل على هذا الموضوع كلش وإضافة إلى موضوع الإضاءة يعني الإضاءة تلعب دور بهذا الموضوع بشكل كل الشبير متقل عن موضوع الريتاتش والإيدت كل الصور صح يعني فاتتني للأسف أنه أطلب من عندك الصور حتى نعرفها للمشاهدين حتى توصل لهم الفكرة بشكل أقرب أو بشكل أوضح لكن أنا أريد أسألك يعني اليوم التطور اللي إذا يحصل ونشوف أنه إحنا كل فترة تبلش أنه ممكن كاميرات بجيل جديد متطور تبلش تدخل إلى العراق أو ممكن أنه هي تصنع وبالتالي هذا الموضوع بالتأكيد راح يعني يسهل نوعا ما الموضوع على المصور أم بلش يصعبه كون أنه الكاميرا راح تنطينا تفاصيل دقيقة ما ممكن أنه إحنا نتجاهلها أو ممكن أيضا يكون الموضوع مثل السيف ذو حدين هو نقدر نقول أنا من وجهة نظري أنه الكاميرا الكاميرا أو العدسات أو كل التولز اللي أنت ومش تشتغل بيهن هي آليات مساعدة حتى تطلع لك اللي أنت اللي ببالك أكو صور أو أكو نتائج طالعة عالمية هو مستخدم بيها كاميرا بسيطة ومستخدم بيها مصدر إضاءة بسيط متعامل بيه باحترافية بفكرة معينة بكونسفت معين حتى يطلع بنتيجة حلوة فهي موضوع المعدات ومواكبة المعدات هذا شيء كلش مهم وبنفس الوقت مكلف لكن هي الأساس مو التولز الأساس مو المعدات الأساس مو كالأساس اللي أنت ببالك اللي تريد تشتغل عليه فأنت من تكون فكرة وأنت من تكون موضوع كامل تقدر تشتغلها بأي تولز شانت بس ما تكون ضعيفة مية بالمية لأننا هسا بوقت الكواليتي لعب دوره بكل مكان فهنا هو الموضوع الموضوع هو بين قوسين أنه أنت أهم شي اللي ببالك شنو التولز أو الكاميرا أو حتى التليفون اللي يريدك أن تصور به هو راح يوصل لك الفكرة اللي أنت تريد توصلها الباقة هو ببالك الشهر راح تتعامله ياه شهر راح تخليه ضاعته شهر راح تضبط موضوعه على هذا الأساس يعني مرات الناس تصوروا بتليفونهم بس الصور تطلع كلش حلوة واللي يصوروا بكاميرا مثلا احترافية الصور ما تكون بني جمالية بالضبط ما هي أنا تعتمد على أبعاد يعني أنا مثلا هواي الصادف من العالم يهاب إحنا شون داريد نطلح هاي الصورة به هالصيغة هاي بس بالتليفون صورنا طلعت مرة هلو طلعت مرة مرة أبسط شيء كل العالم من تيجي تصور مرات بالعدسة رقم واحد بالآيفون العدسة رقم واحد أو 0.5 أو الثلاثة هذا النكر يحدى بيهن أبعاد أو حجم شكل للعدسة فالتليان العالم مثلا تراجع بالعدسة الوايد أو العدسة 0.5 هو يدري يأخذ صورة شخصية رح يطلع الوجه صغير هي تشيب الضوء صح فتصادفوا هواي يعني يا دائما واحد مرات من يأخذ صورة نفسه يصيب الأحباط يقول له ماكذا حسن تطلع لك السيوف بوجه تطلع السيوف بوجه يسألك يقول لك بالسنة كم عدسة تخسر بالسنة كم عدسة تخسر أنا أخذت قانون هو هسه يسمعني أنا ما أسمع أنا أخذت قانون أنه العدسات أنت تشتريها مرة وحدة بس تبقى تحافظ عليها بس لازم أنه أنت تجمع كل الأحجام اللي أنت تناسبك وتدرين أنت يعني أكيد مرة عليك أكل عدسات اللي برايمي اللي تصل الحجم واحد وأكل عدسات اللي هي مختلفة الحجمين فأنت من تحويهن كلهن تصرف عليهم المبلغ من هذا اليوجع القلب صحيح بعدين يعني تسألك عندك الأمور أنا أريد أسألك اليوم شنو اللي ممكن أنه يخلي الصورة تكون بشكل أجمل هل ممكن الإضاءة العبدور جدا كبير ولا ممكن أنه التعديلات اللي تكون على الصورة لأنه البعض ممكن أنه إحنا نشوف التعديلات اللي تحصل بالإضاءة أيضا البرامج الحديثة سهلت نوعا ما على المصورين هذا موضوع أنه الاختيار للإضاءات يعني أنا بالنسبة إلي ممكن أنا هاي المعلومة أكون عالم توافقني عليها أو لا بس أنا بالنسبة إلي تسعين بالمئة من الصورة هي تكون الإضاءة أمارتها لأن أنت بالإضاءة ممكن تخلق موضوع ممكن تخلق جو غريب ممكن تخلق جو واحد حزين ممكن تخلق جو واحد متأذي فهي الإضاءة هي محاكات للصورة اللي أنت تتسوي وأنواع الإضاءة مختلفة بشكل مو طبيعي وأشكال ألوان وكل حاليا الكورسات أو التوتوريولات أو الترينينج اللي العالم تاخذها على الأونلاين أو بأي مكان فهو أول ما راح يجي يبلش وياك بأي شي راح يبلش وياك بالإضاءة أنت لازم تفهم موضوع الإضاءة شنو أكو عالم تروح تستخدم إضاءة يجين لازم مصدر عملاق ونفس الوقت لازم وياه مدرد شم رملايت ومدرد فأنت هنا شنو اللي تسوي تقدر بمصدر أو مصدرين تخلق فد عشر أنواع إضاءة أو عشر ستاب مختلفة بأشياء حسب الموديفاير اللي أنت تستخدمها أو السوفت بوكس أو أي شيء اللي أنت تتعامل فموضوع الإضاءة أو تكوين الإضاءة هو أهم شيء أنت ممكن تتعامل به كمصور بأي مجال كان عدل التصوير الخارجي اللي يعتمد على الشمس اللي أنت تتشتغل عليه هو أنا أريد أسألك فأنت هنا هو الموضوع اليوم التصوير الخارجي وتحديدا بأوقات الظاهرة أو بأوقات الصباح هل يعتبر أياه الأصعب بالصباح الظهر وشون تتعاملون ويا لأنه هو نوعا ما صعب شون راح تقدر تتحكم خصوصا بالشدة والقوة أوكي أنت هنا هي المزعج بالتصوير الخارجي أو الأشخاص أو أي شيء أنت ممكن تصوره هو موضوع أن الشمس تكون عامودية الشمس منه تكون عامودية من فوق راح تخلق لك كل المشاكل راح تضيع لك لون السماء راح تضيع لك لون المكان شون اللي راح تسويه أي وجه الشخص هاي بعد التلازم يعني التمار راح عليك كلهم لحيث أشوفك مستمتعة بالموضوع ما يد ما معانية أي فأصعب شي هو ممكن يواجهك أنت كتصوير خارجي هو الشمس منه تكون عامودية أما إذا تنزل الشمس شوي ونطبع على وقت عصر أو مغرب أوقات معينة من السنة يعني مثلا عندت شهر الـ 12 تقريبا شهر الـ 12 الواحد الثاني الثالث الشمس تكون بيها بشكل مطبيع خصوصا وقت المغرب تقريبا والفجر يعني هاي أوقات إذا أنت تستخدم بها إضاءة إضاءة النهار أو إضاءة الطبيعية وتشتغل عليها أيضا إضاءة أنت همين تخليها فتطلع نتائج أو تطلع بتكوينات مطبيعية خصوصا إذا أنت رسم لك فتفكرة ببالك أو فتفكرة ببالك أو فتفكرة تستغل عليك زين إيهاباني أريد أسألك اليوم أنه أنت اختصيت بموضوع البيوتي أو أنه عندك مثلا تصوير لأمور ثانية كم ممكن مناظر لأنه الصورة اليوم هي قصة يعني إحنا اليوم ممكن أنه بصورة معينة راح نشوف بيها قصة كاملة لمكان لشخص وإيضا ممكن بيها رسالة فهل أنه اختصيت فقط ببالبيوتي أو أنه أكو أيضا يعني فرع ثاني أوكي إحنا أصدقاء من قبل ما نلتقوا ومشتغلين قبلوا هاي الأشياء بس أنا التصوير أو تصوير البيوتي أنا آخر محطة اشتغلت بيها بحياتي أنا اللي أنتي مات تدريم بي أنا أساس شغلي مونتير وكالر كوركشن حلو أنا بالأساس مونتير شون اللي خلاك تغتص بالتصوير تعبت من المونتاج صح يا أخو تعبت من المونتاج وبين قوسيا يعني أنا كل القنوات تقريبا اشتغلت بيها حلو قنواتنا المحلية كلها مشتغل بيها وكل العالم لحد الآن مثلا يلتقي بيها وليش هي إيهاب المونتير مونتير بيهاب المصور آآ والله هاي معلومة جيدة هاي ما تدريم بي أنا أساس شغلي الـ Edit والكالر كوركشن زي فاشتغلت كل شيء هواي بهذا الفيلد إلى أن وصلت مرحلة دا أشوف نفسي أنه أنا مدى أتطور بمحيطي كـ Edit أو كمونتاج فأني محتاج أشتغل على شيء العالم ما مشتغل عليها تقريبا هواي فآخر محطة اشتغلت بيها أو آخر قناة تلفزيونية اشتغلت بيها بدون ذكر الأسماه هي في 2017 داك الوقت قررت بعد ما أشتغل بأي قناة خلي أنا أشتغل وحدي الآن الحمد لله أشكر يعني بقى شغلي بالمونتاج الأشياء اللي ممكن أشتغلها كمونتاج وكعدة سواء أفلام أو كليبات أو غيرها هاي ما شيء وبنفس الوقت أنا اختصيت بهذا الموضوع والحمد لله قدرت أقول أنجح بي أكثر يعني كنجحني أنا كاسمي أكثر من أي شيء ثاني بصراحة هو يعني اليوم والشخص اللي يكون هو بإختصاص المونتاج ويعتبر كتكملة للإخراج لأنه بالتالي هذا الموضوع رح يساعد بترتيب الأمور وهذا أعتقد الموضوع جدا واضح بالفيديوهات اللي تقوم بيها لأنه تنسيقها وترتيب حركاتها بشكل جدا احترافي بنفس الوقت هذا ممكن أنه ساعد بأنه تكون الصور يعني القصة مالتها مفهومة أكثر وأعتقد أنه لو كانت أكو صور ثانية بغير اختصاص البيوتي ممكن أيضا راح تكون أنت ممتع بيها يعني حتى اليوم أكو كثير من المصورة أكو عدي تجارة بهوائي أنا أبسط شيء هسا أنت نحن نتواصل وعى السوشال ميديا صحيح بس بنفس الوقت أنت متذرين عن هذا الموضوع بالضبط بس بنفس الوقت أكو عدي شغل كل شيء أنا ما نشرب هذا الموضوع بسبب أنه لا تنشر رغم أن أبو كثير من المصورين يستغلون هذا الشيء حتى ممكن أن يشاركون بيه بمهرجانات بالضبط أنت بعد يعني هي موضوع المهرجانات وممرهجة بصراحة أنا ما سبق وأن اشتركت بأي مهرجان أو بأي شيء يعني وليش لا إذا ممكن تصير في اليوم يعني عندنا مهرجانات خاصة بموضوع المصورين أو غيرها فهي الشغلة ممكن تخدم وممكن تضيف لك فبصراحة أنا ما عندي تجربة بهذا الموضوع زين عندي تتقولين ليش مثلا ما تنشر وانت المصورين هما أشكال ألوان أنت ممكن تختار ببالج صح أكو مصور الخارجي وأكو مصور البرودكت وأكو مصور البيوتي وأكو مصور الويدنغ وغيرها وغيرها وكل مصورين شخصيين وأكو المايكرو أشكال ألوان فأنت من تتحدد في فيلد معين أو بمجال معين العالم راح تعرفك من خلال أنت هذا شغلة صحيح شوان صار فأني يعني أنا أعرف وأشتغل وصير عدي شغل بس بنفس الوقت أحب أنه أنت تكون تركز بمكان واحد تختف حتى تختمه بين قوسين أنت من تبقى تشتغل هنا و هنا وتقول والله أنا أشتغل فلان شغل وفلان شغل وفلان شغل مستحيل راح تكون ناجح بيهم كلهم بنسبة 100% فعلا أنا لوما أساس شغلي أنه أنا أكون مونتير قبل ما أكون مصور سهل لي هواي مواضع لأن ده أتعامل ويه برامج وده أتعامل ويه أشياء هي أصعب بمئة مرة أصعب بمئة مرة من شخص يأتي يدخل بمجال فهذا الموضوع سهل لي هذا الموضوع فصار عدي تقريبا تلثة اختصاصات أنا مونتير وأني ملون وأني مصورة بنفس الوقت بس العالم اللي عرفتني بي وعالم اللي حابتني بي هو تصويره بيوتي والحمد لله والشكر ماشي على هذا الأساس لا الحمد لله يعني العمالة كية تشهد لك أنا أريد أسألك أيضا عن موضوع أسعار الجلسات يعني إحنا ما نذكر الرقم بس اليوم يعني أكو ناس ممكن أنه أو أكو تحديدا أبراس نزوي دسكاونت يعني تحديدا ممكن أنه مثلا كمركز أو كفتاتية حابة أنه تصور نفسها الأسعار اليوم نشوفها تختلف في بعض الأحيان أشخاص ممكن أنه يطلبون يعني سعر بصراحة يعني وكل شما راهم وهي مثلا عدد الصور اللي راح يسويها أيضا ممكن أنه اليوم مثلا بما بس هو مختصاصك الجلسات الأعراس مصحيح ما تسوي جلسات الأعراس ولا تسوي ما تسوي إذا اختصاصك بيوتي اليوم يعني حجز الجلسات بأسعارها كيف ممكن أنه أنت تتعاملوا مع الزبائن أو الزبونات تحديدا يعني اليوم تعرف مثلا لما تجي ابنية فرحانة تريد تسوي مثل هذه الصور وكذا أيضا شوية ممكن أنه تكون متعاون معه أنا يعني من خلال تجربتي بالعمل وبهذا الشغل كله ماكو يعني بالنسبة لي هسا واصل في مرحلة من التعامل أنه ماكو سعر محدد لأي شغل هذا هيتش عندي مثلا يعني مو مسعرها ما نقدر نسعر أنا بالنسبة لي أكو عانم تدفع يمكن عشرة آلاف دولار خمسة آلاف دولار حقه هو تعبه يريدي قدره بس أكو عانم مثلا أنت من تجي تسعر موضوع أكو أكيد أكو أسعار وأكو عروض وأكو فكاجات تتعامل بهوية العالم بس بنفس الوقت أكو مثلا أمور أنت مثلا متعامل على سبيل المثال على سبيل المثال ما أخذ فد رقم معين خل نفرضه مثلا أربعمية خمس مئة دولار فهما أنت من مسعر الموضوع ومن طيع على هذا الأساس يجي طلب من عندك شغل مال فد عشرة آلاف دولار إذن أنت هنا ما رح تسد الشغل بين قوسين يعتمد على هواي الأمور وخصوصا هسا في الوقت هذا يعني أنت مثلا هسا أنت تريد تشتغلك إعلانة أو تريد تشتغلك سبوت أو أنت رح تمر بأكثر من مرحلة ما كو شخص رح يكمل لك إياهم من كل منهم ما رح تطلع بالنتيجة لكل شيء قوي لأن أنت عندك صناعة الفكرة بعدين التحضير بعدين المعدات بعدين المونتاج بعدين التلوين بعدين التسليم بعدين البناقشات هاي كلها عوامل تأخذ كل شوية بالنسبة للشغل أما بالنسبة للساشينات فكل شيء يتحدد بسعرها يعني فرق من أنه أنا أتعامل ويا شخص عادي ومن أتعامل ويا شركة الشركة رح تجي تطلب من عندي تفاصيل هواي براند معين تفاصيل وبنفس الوقت الشخص العادي خبين قوسين ماكو سعر محدد بالنسبة لللي يطلب الشغل وبنفس الوقت باقي المصورين كذلك هما براحتش قيد مايريد يخلي خلي بالنهاية أنت شون اللي تطلع لكن بالنهاية هو الشغل هو اللي يحكم مرات أنه يقول الغالي هو رخيص لأنه يعني راح يمكن أنه يسوي شغل يدفع به لكن بالنتيجة يتكون جدا مرضية والعكس ممكن أن يكون صحيح بالنهاية كل شيء بثامنة أنا طبعا بسؤال أخير أو بممكن كلمة أخيرة أن أتقدمها إلى كل شخص أو لكل شاب هاوي أنه يدخل بعالم البيوتي ممكن أن تنصحها بشكل مختصر أنا ما راح أقول بما يخص البيوتي أنا راح أحكي بصورة عامة بما يخص التصوير أو بما يخص المجال الفني المجالات الفنية كل شيء هواي وبها تفاصيل كل شيء هواي وبها أوقات وبها عفوا مو أوقات بها اختصاصات هواي صح بس أنت إذا تريد تركز بمكان وتنجح به فأنت لازم تركز به كل شيء هواي يعني إحنا أكو مثلا هوي عالم تصادف أنه أنا أريد أتعلم هاي أريد أتعلم هاي ما راح ترهمه الشغلة اللي أنت تريد تتعلمها لا تتعلمها بصورة عامة طب تفاصيلها بشغلة وحدة اختم شغلة وحدة حلو حتى تركز حتى تعرف تركز يعني إذا واحد يتشعب ما راح ينجح نهائيا فعلا بنهاية حوارنا لهذا اليوم وجدا أشكرك مصورنا المحترف إيهاب أحمد وشكرا لحضورك مرة ثانية ألف شكرا شكرا طبعا مشاهدين الأحبة بتأكيد مستمرين وياكم ومتواصلين معاكم من خلال برنامج استراحة الظاهرة حانيا راح ننتقل إلى فقرة قصة نجاح خلنشاهدها ومن بعد أكيد نعود أنا حمود الخيرو من قضاء بيجي بعد النزوح بتعث مشروع اللي يخدم للمنطقة وليل بيجي بداية المشروع إنه كوفي فيخدم شباب المنطقة بداية المام الجمعين بالشوارع لم يشغلناها بالكوفي طبعا الآن فقدت أخوة الثانية وأبويا الثالث ورغم التحديات والصحوبات اللي مريت فيها قررت أرجع للديرة وأبتح وأبدأ مشروع الجديد رجعنا القضاء بيجي لقيتنا محروب بداية منا الصغير ووحدة ووحدة بداية مشروعه صغير هو عصائر طبيعية ومشروبات ساخن من ضمن العصار الطبيعية الموز البرتقال، البطيخ، الليمون الكوكتيل فوق سعر ملعوم دعما للفقير واللي نحتاج بـ 500 دينات وكذلك المشروبات الساخنة القهوة الجبليلية العربية القهوة السادة بـ 500 جايحة لدينا حامور ليش نوفر للمواطن بسبيل اليوم الشباب تنفس للشباب ما فا ماكن بيجوا تنفسات أو منتزعات فبديت أبعالي المشروع الزغير دعم للشباب والمواطن اللي بيجعوا ترجمة نانسي قنقر شاهدنا سوية مشاهدين الأحبة هذه الفقرة الجميلة قصة نجاح اللي دائما ممكن لما نشوف أشخاص بلشوا وممكن من بعد ما تكون حياتهم مستقرة ويبلشون مرة ثانية من الصفر أو ممكن من المرحلة الأولى بالتالي هذا الموضوع ممكن أن يطينا أمل جدا كبير في حال أنه إحنا كنا دنمر بأزمة معينة لا سامح الله أو ممكن دنمر بضيقة معينة لأنه بالتالي هناك الكثير من الأمور اللي دائما ممكن تكون هي لا على الحسبان وبالتالي ممكن أنه بعض الأشخاص في حال أنه تعرضوا لموقف معين أو ممكن لصدمة معينة بمكان عملهم أو حصلت لهم خسارة بأموالهم فبالتالي نشوف أنه يدخلون بحالة جدا صعبة ممكن الحالة النفسية أيضا ممكن أن البعض يتمرض بسبب هذا الموضوع لكن بالنهاية بالتأكيد يعني موضوع أنه نكون إحنا دائما أقوياء وبالتالي نبلش مهما أنه حصلت معنا بعض الصعوبات بعض العراقيل هذا شيء جدا جميل وأيضا يدل على قوة الشخص وإرادته بأن يكون هو قوي بمواجهة الأمور بمواجهة العقبات اللي ممكن أنه تحصل بحياته طبعا هذا الموضوع بالتأكيد ممكن أنه لما نشاهد مثل الشخص تعديدا اللي كان هو موجود بقصة نجاح فعلا أنه ينطي الأمل والحافز لبعض الأشخاص اللي يكونون هما خلص فقده والأمل مرات أنه شخص يفقد مجرد عمله أو وظيفته خلص بعد الحياة ما لدي عيان يعيش لا ما يصر هيد شيء يعني اليوم ممكن أنه شخص يفقد عمله بالتأكيد من بعد فترة هو راح يشوف عمل ثاني وبالتالي الخيرة فيما اختاره الله وهذه من الأمور اللي هي ممكن أنه تعتبر لابد أنه دائما نخليه في بالنا ماكو شيء يستمر على حاله ممكن في بعض الأحيان نهاية أشياء تكون هي خير لنا ممكن أيضا في بعض الأحيان تكون هي كاختبار ممكن أنه يبين منه الشخص اللي موجود أو لا أيمن طبعا أنه أنت ما راح تخلينا عرف وين أباوع فبالتالي يعني سيشون أنا وياكم أنا أباوع على كاميرا معينة بس أيمن دائما خلينا أباوع على كاميرا الثاني أموما طبعا بالتأكيد يعني اليوم مثل ما ذكرت أنه تكون هي قصة النجاح ما ممكن أنه تكون بسبب موقف معين خلينا دائما ممكن أنه إحنا نحاول قدر المستطاع أنه نكون إحنا أقوية بنفسنا نخلي بداء اللي في حال أنه حصل شيء معين الاستقرار ضروري جدا لكل إنسان سواء كان يكون هو شخص بالغ طفل كل موضوع أنه التوتر والقلق اللي يحصل بسبب عدم الأمان بالتواجد بمكان معين راح يثير بعض الأمور النفسية أو الزعزعة النفسية اللي ممكن أنه تخلينا ما نكون مرتاحين ما نقدر نكون معطائين بالشكل الكافي وأيضا ما ممكن أنه إحنا نكون بالمكان الصحيح أو ما نكون إحنا بالعطاء الصحيح طبعا بتأكيد مشاهدين الأحبة إحنا مستمرين معاكم من خلال برنامج استراحة الظهيرة حاليا وانحى الروح خلينا ننتقل إلى فقرات طبية ومن بعد أكيد لنعود مرحبا مشاهدين الكرام وياكم الدكتور جابر عبد الغفور طبيب الأمراض الجذلية والزهرية والليتر مثل ما تعرفون إحنا حاليا في فصل الصيف فنحب نوضح بعض الأمراض اللي هي علاقة فصل الصيف خصوصا درجات حرارة مرتفعة والشمس الصابع واحد من أهم الأمراض هو مرض الوردية مرض الوردية هو مرض عادة ما يتم الخلط بينه وبين عدة أمراض أخرى يعني حالة حال بقية الأمراض الجذلية اللي هي ممكن أن تداخل مع بعض الأمراض الأخرى أو يتم تشخيصها بصورة خاطئة مرض الوردية أقرب الأمراض عليه هو داء الذئب الحمراري نتيجة الموقع مالته اللي هو عبارة عن تصبغات تشمل الأنف والخدين وكذلك حب الشباب فعادة ما يتم الخلط بيناتهم لكن النقطة الأساسية اللي نحب أن نعرف بها المشاهدين الكرام أنه داء الوردية إلى علاقة وثيقة بحرارة الشمس والضوء المسلط المباشر من أشعة الشمس وكثل ما تعرفون جو نماشاء الله يعني هو عبارة عن جو كل شحار يعتبر على مستوى العالم طبعا فتم طريقة علاجه بخطة علاجية يعني تشمل الأدوية وكذلك التوصيات اللي يجب أن يتبعها المريض يعني هاي تساهم بصورة أساسية وبصورة رئيسية بعلاج هذا المرض مثلا عدم التعرض لشعل المباشرة للشمس استخدام الواقيات الشمسية الابتعاد عن المشروبات الحارة وبالإضافة إلى العلاج الأدوية هاي يقوم الطبيب بتشخيصها والعلاج المباشر إليه أتمنى لكم الصحة والسلامة وانتظرونا بحلقات أخرى شاهدنا سوية المشاهدين لأحبة الفقرة الطبية اللي تتحدث عن مرض أوداء الوردية اللي ممكن أن يصيب بعض الأشخاص قدر المستطاع خلي دائما نكون مبتعدين عن أشعة الشمس أو التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم إحدى مع هذا الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة ممنوع على أي شخص سواء كان عنده مرض معين مزمن يعني يكون مؤقت أو ممكن شخص سليم ضروري جدا أنه يبتعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس في حال أنه كانت هناك الطرارية للعمل أو الطرارية لأنه يكون متعرض لهذه الأشعة لأما يمكن أنه يحمي نفسه بارتداء الأكمام الطويلة ممكن أنه القبعات أو ممكن من استخدام واقي الشمس لأنه بالتالي ممكن أنه هذا الموضوع يأثر بشكل جدا كبير على صحة الجلد وبالتالي اليوم أشعة الشمس هي راح تأثر بشكل جدا كبير والتعرض المستمر ممكن لا سامح الله يؤدي إلى سرطان الجلد أو ممكن بعض الأمراض اللي صعب الشفاء من عدها أيضا يعني من الأمور المهمة اللي ممكن أنه تم وتخص أغلب السيدات وبعض الرجال أنه تعرض المستمر لأشعة الشمس راح يؤدي إلى ظهور التجاعد بشكل مبكر وهذا الموضوع راح يخلينا أنه ندخل بسلسلة أخرى من الحفاظ على بشارتنا من أجل تلافي ظهور التجاعد بوقت مبكر دائما الأشخاص اللي يعانون من تحسس سواء كانت من أشعة الشمس أو ممكن الأشخاص اللي يعانون من داء الوردية لا بد الالتزام بالجهون والكريمات المخصصة من قبل اللي ممكن أنه ينوه عنها الدكتور لأنه هذه تعتبر من ضمن العلاجات المهمة والضرورية عدم ممكن التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى بالتالي الحالة ما تتفاقم وأتمنى دائما أصحها وسلامة لكل مشاهدين نهاية أسبوع إن شاء الله جميلة على كل المتابعين والمشاهدين بالوقت الحالي وأيضا أتمنى لكم نهار جميل بالتأكيد نلتقيكم بحلقات أخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة